السلام عليكم. في دار هذا الزب تعداد الواي فى وتخفي الشبكة وتعملها كمهة سر للوطر الجديد ZH188 بطريقة سهلة بسيطة من شركة وي. ارحبا نكتب اللاي بي ده 190.189.1.1 سواء الموبايل او الكوبوت. ولكن يفضل الكوبوت لا ينفع عادي الموبايل. هنروح خطوة بخطوة. عندك في الوزر نيب تلاقيه في ظهر اللوطة هو الباسورد. في الوزر نيب تكتب كلمة admin. ترا شباب بالباسورد تلاقيه في ظهر اللوطة. كلمة في ظهر روح كلمة كتوب عليها باسورد تقضي كلمة لجنب الباسورد. وتكتبها. ترا شباب بعض كبيرة نكتب كلمة سر. ومتدوس على كمهة login. ترا شباب. ترا شباب. ترا شباب افتح لك صفحة زي كده. ندوس على كمهة login network. ترا شباب تالت خيار. ندوس عليه. login network. بعد كبيرة نروح على كمهة wlan. ترا شباب. طبعا لوطة فيه اتنين شبكة واي فاي. نروح على خيار wlan ssld. ترا شباب. عندك هنا لوطة فيه شبكتين واي فاي. اول شبكة معنا اللي هو بتردد اتنين جيجي هيرتز. ده الاسم المستخدم اللي هو ال name. هتكتب اسم اللوطة بتاعك. ولكن بنمسح كمهة الاسم يعني. بنمسح ونكتب الاسم اللي احنا عايزين نعمله للواي فاي. ولكن انا اكتب اسم اللي انا عايز اغيره. ترا شباب. ترا شباب بكتب الاسم. ولكن مسلا عبد الرحمن. او عبدو. هنا على الحماية بتخليها اللي هو ال wpa اخرها اللي هي ال as. ترا شباب. هنا الباسورد دعا بنعمله باسورد. نتغيره. ترا شباب بنمسح الباسورد الجديم اللي هو رجب على اللوتر. نحزفه. ونكتب باسورد الجديد. ترا شباب نعمل لها كم باسورد يكون فارموز وحروف شان تبقى صعبة. بعد كده هنا اللي هو كام جهاز يفتح. ولكن بحديدها سبعة تجهزة. هنا عايز مخفية ولا ظهرة ولكن اون مخفية. ترا شباب بعد كندوس على كم تابلاي. كده عملنا اول شبكة. هنروح للشبكة التانية. بتا شباب. هندوس عليها. بتا شباب طبعا الشبكات التانية من كنت لاجهة معمولة اوف. فبتخليها كلها اون. هنروح للشبكة التانية. ونكتب نفس كمة السيل اللي عمناها واسم الشبكة. هنفعلهم اللي هو ال اون اوبن اوبن او اون اون. بتا شباب. وبعد كده بنغير الاسامي بتاع الشبكتين دولة. باخد اسم نسخ اسم عبد الرحمن. وبحطه في الخانة بتاع الواي فاي التانية. وبخليها مخفية اون. بتا شباب بنحدد الاجزة. ولكن سبعة اجزة ده ما حددناها فوق. وباخد كم تسير نسخ. وبعد كده بحطها لازج. وادوس على كم تابلاي. هنروح للشبكة اللي بعديها. طبعا هم اتنين شبكة واي فاي. وكل شبكة لها اتنين. يعني اتنين بيانات الداخلة. نكتب نفس الشبكة. دي الشبكة التانية اللي هي الفايف. او بتردد خمسة جيجا هيرتز. هنكتب نفس الشبكة. ونفس الباسورد. وهي هي بتوبة نفس الحماية. وطبعا الشبكة المخفية اون. وبعد كده بنحدد الاجزة. بتاع الشباب. بعد كده بندوس على كم تابلاي. بتاع الشباب بعد كده بنروح للموبايل وينضيف الشبكة. ونقوم بتوص على كم اضافة الشبكة. وبنكتب اسم الشبكة. بتاع الشباب. وبعد كده بنختار الحماية. بنخليها اللي هي wpa. اخرها psk. وبعد كده بنكتب كمه السر. بتاع الشباب نكتب كمه السر. بتاع الشباب وننتأكد المفاعل الخيار اللي هو الشبكة المخفية او لا لا. الشبكة المخفية بندوس على كمه نعم. بعد كده بندوس على كمه تحفظها واتصل. وبعد كده بنانا بدون اي مشاكل. ويبس كده عارف فيديو مستشتعمل لايك بتاعك الجميل. اشتركوا في القناة